السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكذوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسك تشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أكيد كل مسلم وكل مسلمة وكل واحد فينا يتمنى بل دي أغلى أمنية في حياته إنه هو يشوف النبي صلى الله عليه وسلم ولو مر حتى واحدة في المنام وأنا عايز أقول لحضراتكم بفضل الله لو عايزين تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأوا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كاملة صدقوني لو عملتم كده لو أكثرتم من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقرأتم سيرته هتحبوه أكتر وأكتر ولو حبيت النبي صلى الله عليه وسلم هيا ازداد حبكم لي كلما قرأتم شيئا من سيرته العطرة ولو ازداد حبكم له هتنشغلوا وتنشغل قلوبكم بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبمتابعته والسير وراءه فهو أسوتنا وقضوتنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلو انشغل القلب بالنبي صلى الله عليه وسلم أرجو من الله أن تروا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ولذلك أتذكر قصة هذا الرجل التابعي لما ذهب إلى شيخي وقال يا شيخ أريد أن أرى النبي في المنام صلى الله عليه وسلم قال يا بني تعالى بعد صلاة العشاء إلى بيتي وسأخبرك كيف ترى النبي في المنام صلى الله عليه وسلم الشاب دوت بعدما صلى صلاة العشاء ذهب إلى شيخه في البيت وكان الشيخ عزمه على الطعام فطلب من زوجته الشيخ طلب من زوجته أن هي تدس الملح في الطعام بشكل كبير يعني تملى الأكل كله ملح فجاء الشاب فأدخله الشيخ وقدم له الطعام وقال له كل يا بنيا قال له طب ما تاكل معي يا شيخ نقال له أنا أكلت الحمد لله فأنت كل فأخذ يأكل فلقى الطعام مليان ملح فهو بين نارين بين نار نوى يأكل الطعام بالملح الزائد ده أو أنه يقول للشيخ مش أقدر أكل لأن الأكل مليان ملح فهذا فيه حرج للشيخ ولزوجة الشيخ معناها زوجتك ما بتعافش تعمل أكل والدليل أنها مليا لأكل ملح وفي نفس الوقت معناها أن أنا مش هاكل في بيتك فاضطر هذا التلميذ نوى يأكل الأكل كله وهو مليان ملح ثم طلب من الشيخ شيئا من الماء فقال له سامحني يا بنيا ليس هنا ماء والشيخ كان يقصد أنه ليس في الغرفة ماء فالمهم فقال له يعني اذهب الآن يا بنيا ونم في غرفة الضيوف وإذا جاء وقت قيام الليل سأوقذك نصلي قيام الليل ثم نذهب سويا إلى صلاة الفجر يكون المية درنا نجيب مية وتشرب كل حاجة قال له حاضر فذهب هذا التلميذ ونام في الغرفة المحددة وفضل طول الليل في عذاب جوفوا يعني خلاص يعني بيحترق من شدة الملح الذي أكلهم فلما جيب في قيام الليل الشيخ رحم صح الشاب بدواته أعطاه الماء فشرب وحمد الله عز وجل فقال له الشيخ ماذا رأيت في منامك الليلة يا بنيا قال يا شيخ والله رأيت أنهارا تتضفق وبحارا تجري وأمواجا تجري وراء بعضها ورأيت السماء تمتر ماء كثيرا قال نعم صدقت نيتك فصدقت رؤيتك لأنه نايم عطشان فشاف كل حاجة حوالي مية قال له صدقت نيتك فصدقت رؤيتك ولو صدقت محبتك لرأيت النبي في المنام صلى الله عليه وسلم فكلما أكثرنا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأنا سيرته وأحببناه من قلوبنا وتعلقت قلوبنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وازداد حبنا له أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تنعموا برؤية النبي في المنام صلى الله عليه وسلم أسأل الله عز وجل كما حرمنا من النبي في الدنيا ألا يحرمنا من لقائه ورؤيته والشرب من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم عند حوضه الأنور وأن نكون في صحبته في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته